بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ما قدرش أقول كلام بعد اللي قاله سيدنا مرقص فعلا شكرا سيدنا على محبتك وعلى الفرصة الجميلة دي نحن نتقابل مع شباب الإبرشية الناشئة رائع كان الأول بنتعمل في أسيوت كله بيعمل مع بعض يمكن أول مرة دي نعمل هنا لوحدنا في إبرشية القصية ودي وريبة من أبو رؤاص فإحنا الاثنين حبايب ونسايب الأباء الكهنة الأجلاء القمامصة الشمامسة الحلوين سأفة كبيرة للشمامسة الحلوين بصراحة رائعين رائعين ممتازين هو ده اللي بفرح قلب الآب الشمامسة دول هيطلع منهم حاجة حيلوة مش بس انتوه كمان هم هم بزرة صغيرة بزرة صغيرة وكمان إحنا النهاردة أنا واثق أنه قلب يسوع فرحان قلب يسوع فرحان من هذا الوجود الرائع وهذا الحضور اللي كل واحد جاي النهاردة علشان يسمع تكلم يا رب فأن عبدك عايز يسمع صوت ربنا عايز أقول لكم قبل ما ندخل في التأمل البسيط إحصائية بسيطة حد يعرف عندنا كام رهبانة نسائية في مصر نسائية كام رهبانة نسائية في مصر كام رهبانة رجالية في مصر رجالية رهبان رهبان كام رهبانة دومني كانوا فرسسكان وسليزيان وكرميليت والعزريين عزريين كمبنياء كام رهبانة كام عدد الكهنة لقباط الكاتوليك في مصر احنا علشان نبدأ فاحنا لازم نعمل نوع من الاحصاء للكنيسة عشان نشوف احنا كنا فيه من سنتين والنهاردة فين وبكرا ان شاء الله هنكون فين عشان نعرف اعدادنا ونعرف في مصر النهاردة الاحصاء ده بتاع السنة دي وعشرين في مصر النهاردة بيوجد عندنا سبعة وثلاثين رهبانة نسائية سبعة وثلاثين رهبانة نسائية كم عدد الراهبات في مصر عددهم تمنمية خمسة وعشرين رهبة وليل على فكرة وليل جدا تمنمية خمسة وعشرين الراهبة موزعين على كل مصر والقاهرة واسكندرية واخده خمسمية خمسة وعشرين والباقي موزع على باقي الابرشيات ده بالنسبة للراهبات احنا طبعا ما بنعرفش حد غير اللي بيخدم عندنا واول مرة نعرف ككاتوليك معقولة عندنا الغنى ده الكنيسة غنية الكنيسة الكاتوليكية غنية بالراهبات الخدام اللي بيخدموا معنا تمانية وتلاتين نوع تمانية وتلاتين رسالة مختلفة تمانية أو سبعة وتلاتين دعوة لانه في في ناس قفلت السنة اللي فاتت عشان قلت الدعوات من ثلاث سنين كانوا اربعين اربعين في العدد الف في الناس قفلت اضيورة ومشيو ده بالنسبة للراهبات بالنسبة للرهبان كم عندنا احنا عندنا في مصر اتناشر رهبانة رجالية اتناشر رهبانة رجالية كم راهب في مصر عدد الرهبان في مصر متين اتنين وعشرين راهب وفي تلاتة العزرين جم جداد اتنين متين خمسة وعشرين راهب مية منهم او مية وعشرة لباقي الفرنسيسكان مية وعشرة لباقي الفرنسيسكان والباقي كله مقسم على اتناشر رهبانة رجالية اللي يفكر والعايز يفكر يبحث ويدور هيلاقي الكنيسة قد ايه غنية اللقباط الكاتوليك الاساس في الكنيسة كم عددنا مش قدرين نفتح كنيس جديدة وكنيسة ضخمة بتلاقي فيها واحد بياخد نص ساعة منولة ولا ساعة منولة عشان ما فيش حد يساعده راعي واحد في كنيسة كم عددنا احنا لسه كنا عاملين اجتماع اول مبارح للتكوين الدائم علشان نحصر كل عدد العباط الكاتوليك الابرشيين عددنا مية 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 خمسة وتمانين مية خمسة وتمانين كاهن ابرشي غير اللي هما برا بيخدموا في بلاد المهجر غير اللي بيخدموا في بلاد المهجر الموجودين النهاردة كمان في الدعوات قليلين الكليريكية النهاردة الموجود فيها دخلوا السنة اللي فاتت احداشر واحد احداشر واحد على المستوى منهم خمسة من ابو رؤس يعني احداشر واحد ده عدد عدد وليل جدا 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 على على وتلاتة من القصية يعني خلاص يعني واثنين من القصوري ما فيش حد تاني بحري بقصد محتاجين الكنيسة في احتياج للدعوات ده الهدف من الاحصاء اللي عملنا عشان نعرف احنا راحين فين وايه الغنى اللي موجود ويه النقص اللي موجود في الكنيسة الله النهاردة بيسألنا واحنا محتاجين نفكر ازاي نرد ونستجيب على نداءة الله الله يتكلم مين يستجيب من ارسل مين بيستجيب لنداءة الله نداء الله كتير استجابه في الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد وفي ناس رفضت كيف نستجيب لنداءات الله بلا تأخير وبلا تردد وبلا تشكيك فيه هل ده صوت ربنا لي هل ربنا دعيني اكيد حبيب في بداية الكلمة اشكر برضو اللجنة اللي مسؤول عن الشباب والدعوات ابونا وسيم وابونا روماني اللي اشتغلوا وعملوا وكانوا مشاركين في اللجنة علشان اللجنة الفرعية غير اللجنة الاسقفية اللي موجودة في القاهرة فالنهار ده بنقول معاهم احبني فاختارني فتبعته احبني الله احب الكل ازاي انا ارد على الحب ده هاخد معاكم واحنا دخلين وبنعيش زمن الاستعداد زمن استعداد لعيد الميلاد تفتكروا المجوس المجوس بقول عنهم الكتاب او هم بقولوا رأينا نجمه في المشرق فجئنا رأينا فجئنا رأينا فجئنا مسرعين رأينا نجمه فجئنا هنا الاستقابة لنداءات الله رأوا نجمه رأينا نجمه استقابوا لهذا النداء رأينا نجمه فجئنا بس ثلاث مجوس طفين الباقي مهم دول كتير حاضر في الكنيسة مين النهار ده هياخد قرار ويقول رأيت نجمه نجمه اشرقه هو ده اللي بيقودنا ليسوع وفرح وفرحا عظيم لما تبعوا النجم لغاية موصلهم ليسوع لو انا بس في الارض ولمش اشوف النجم وربنا بيبعث لنا نجوم كتير في حياتنا علشان يقودونا الى يسوع يوصلونا اليه في ناس ما بتشوفش النجم ده في ناس بس في الارض في ناس مشغولة في ناس عندها اهتمامات تانية يطرى النجم بتاعك بيقودك ليسوع ولا بيقودك لأحلامك الشخصية بيقودك لأفكارك الشخصية رأينا نجمه سمعنا صوته نهار ده سمعنا صوت ربنا بعد الصوت ده هل في استجابة ولا في هروب ولا في تشكيك الله بيدور على كل واحد فينا علشان يدعونا رأينا نجمه او اتف تكروا علشان يوصلوا للنجم وشوفوه ويمشوا وراه المسيرة دي عشان يوصلوا اليسوع كانت الدنيا سهلة وبسيطة لأ دي مسيرة فيها تعب فيها سفر فيها مشقة واتباع يسوع كده مافيش دعوة كده بتجي انتونين مافيش دعوة بلا تخلي مافيش دعوة بلا تعب مافيش دعوة بلا اضطهاد مافيش دعوة بلا مصاعب مافيش دعوة بلا تشكيك طبيعي طبيعي جدا إوعى تنتظر اتباع يسوع من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم يتبعني على مثال يسوع بنحمل الصليب رأينا نجمه النجوم اللي بتوصلنا اليسوع النهاردة قراءة في كلمة ربنا النجوم اللي بتوصلنا اليسوع المرافقة المرافقة أب كاهن رهبة حد شخص أكبر مني لو في أي تساؤلات عندي يبقى في حد بيرفقني في الطريق هسأل هل أنا الطريق ده ماشي فيه مزبوط هل النجمة دي فعلا بتقودني إلى يسوع ولا بتقودني الحاجات التانية هل أنا شايف النجمة وواعي وصاحي ولا أنا رأينا نجمه فتبعناه مسرعين ودي اللي عملته مريم العذرة زي ما سمعنا النهاردة في الإنجيل البشارة لما بشرها الملاك سمعت البشارة لبت النداء ها أنا زا أمات للرب فليكن لي مين النهاردة عنده استعداد لده مين النهاردة يقول فعلا أنا مستعد أخدم في الكنيسة أنا مستعد النهاردة على مثال مريم لبت النداء بيئة شريكة في الفداء كانت ممكن تشوف مشروعها الشخصي كانت ممكن تقول لا أنا يعني طب كيف يكون لي هذا ده سؤال استفسار لكن كان ممكن تقول أنا عندي شغل وليس عندي قيش وطب ولي وراي طب وعلاقاتي طب الطريق متعب ولسه يروح المعادة ويدرس ولسه يروح رهبانة واللي ضمن النجاح وأنا إلا يدخلني في الطريق ده في أحيانا كتيرة بيجي تردد في الطريق أنا بقول لك أدخل واختبر وشوف زي الخطوبة أنت أول ما تعرف واحدة هتتجاوزها لها نفشها المية المية لكن في فترة خطوبة فترة تعارف فترة تعارف ده بتمنحها الإكليريكية وبتمنحها الرهبانيات بيمنحوها للناس ولك في أي وقت عندك وقت تفكر تعالى في الأجازة في نص السنة في أي وقت تحابب تفكر الرهبانيات كلها مفتوحة الرهبات كلها في استقبال الكليريكية كلها وكل يوم فتحين الدعوة تعالى خذ أسبوع تعالى خذ يومين شاركهم في أيامهم عيش واختبر وشوف الدنيا اسمع كلام ربنا هتلاقي مرشدين هتلاقي الجو اللي انت هتعيش فيه الكنيسة في احتياج لناس على مثال مريم العذرة اللي لبت مريم العذرة ما كانتش نايمة على أودانها لا سمعت ولبت النداء ولبت النداء وشافت احتياج في عرص قناة الجليل مش شافت الاحتياج ولا قالت أنا مالي كتير النهاردة من شباب الكنيسة ولك أنا مالي طب الخدمة واعة ما تدخل تحطي يدك ولك لا لا أنا مالي نفضل ننتقد نفضل نقيم من بره نفضل نتكلم نفضل كل واحد هو سهل الكلام بابا فرانسيس بيقولك شمر وانزل ما تكونش متفرج شمر ايدك وريني تعالى لما انت لو دخلت مش هتنتقد لكن تنتقد ليه أصله هما أصله هو أصله الكنيسة أصله الخدام بنجيب أي مبررات أي شمعات نحط عليها اعتراضنا على ادخل وريني شطرتك أيوة العمل واقع ادخل أيوة الخدمة واعة ادخل نحن نلغيها لا 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 خلاص لو انت مش عايز تخدم لو انت مش عايز تدخل لو انت مش عايز تشترك في هذا ضع يدك على فمك اسكت اسكت نكتب على الفيس ونكتب ونطلع العيوب ونطلع الأخطاء اسكت أو انزل صلح المائل انزل اعدل لكن ما ينفعش أنا أنتقد ودين وحكم وأنا بعيد وريني شطرتك وريني شطرتك وتعالى أدخل وريني شغلك قد يكون مش قد يكون ده أكيد كل واحد فينا عنده دعوة خاصة ومحتاجين النهر ده اللب النداء والله أكيد أنت مش جاي صدفة حتى لو أبونا نبها لجماعة من يروح ممكن تيجي دعوات بطرق مختلفة جدا بس عايزة أقول لكم مريم لبت النداء ومازال الله بيدعونا ولبت النداء في عرص قناة القليل لما شفت الدنيا ليس عندهم خمر طلبت من يسوع وطلبت من يسوع كان لها دور فعال كانت ممكن تقول أنا مالي وتنام حست أنه وشعرت وعرفت من الملاك أنه قال لصبات في احتياج لها كانت ممكن تفرح وتعود سكتة لكن قامت مريم تعمل إيه مسرعة تعمل إيه هناك عند الإصابات تخدمها ومكست مريم هناك ما هذه الخدمة هذه الخدمة هذه الخدمة أنها تشمر وتنزل وتروح عند الإصابات تخسل وتكوي وتطبخ وتنظف ستة كبيرة محتاج البيت وكركبته محتاج النهية تشتغل النهاردة البنات ما بيشتغلوش في بيتهم ما بيعملوش كباية شاي لنفسهم مش عادي في ابو رهبات ازاي وهيجوزوا ازاي وهيدخلوا ازاي مريم النهاردة مثال وقد ولينا ما ينفعش أننا نتفرق ما ينفعش أننا نبقوا سميعة ما ينفعش أننا نبقوا فيسبوك ما ينفعش أننا نبقوا متفرقين على الكنيسة الكنيسة النهاردة في أشد احتياج لكم وانتو الوقود انتو الوقود اللي بيخلي الكنيسة تقدر تستمر الأدام وانتو اللي تخلوها كنيسة شبابية لأنو لو انتو مدخلتوش الكنيسة معاكم ومعانا هتبقى شيخوخة كبرنا والستة لما بتكبر والراجل لما بيكبر رجله بتتقل ما بيقدرش يمشي ما بيقدرش يفتقد ما بيقدرش يقوم بكل طاقته انتو اللي بتكملوا المسيرة انتو اللي بتخلو الكنيسة شابة كل اللي بينتقد الكنيسة وكل اللي بيكتب عليها وكل اللي مش عقبه حاجة يدخل علشان يصلح يدخل علشان يساعد يدخل علشان يكمل المشوار ويكمل المسيرة ماريام دخلت وماريام بيقد شريكة ولبت النداء وإحنا على مثال ماريام على مثال المجيوس اللي هم رأوا النجم فتبعوا ورأوا يسوع وفرحوا فرحا عظيما المجوس ومريم بوليس الرسول اللي واخدين شخصيته النهاردة كلاجنا أسقفية للدعوات بوليس الرسول أحبه الرب فاختاره لو نقرأ سفر أعمال الرسل الصحاح الثامن نشوف بوليس الرسول إزاي كان يعيش كان مضطهر للكنيسة وإحنا عارفين في رجم السفنوس كان ماسك الهدوم وكان قاعد المنظر ده بقى في دماغه ما سابهوش المنظر ده كان دافع لي لما الرب تقابل معه وقال له شاول شاول ده هو راح فين شاول خلص الاتهات فوق رشاليم واخد إذنه راح يطهد المسيحين فين في سوريا في دمشق وعلى الطريق هو رايح استوقف الرب شاول 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 ايه مش عارفنا سومائيل سومائيل مرسى مرسى مدينة ده كل واحد وحط اسمه مكان الشخص شاول شاول رايح فين رايح فين انت بتعمل ايه رايح فين استوقفه استوقف شاول بدأ يفكر وقع من صدمته والعرف يفكر والعرف يشوف فيه نوع من التغيير في حياة شاول وشاول من حنانية وراح وتعلم وكانت الأمور بالنسبة للكنيسة الأولى صعب انه شاول يدخل لانه شخص مضطهد داعشي شخص من داعش بقطع ويرمي في السجن كان كل الناس بخافوا منه والكنيسة خافة منه والتلاميذ خافوا منه قالوا ازاي الشخص ده ييجي لا لا ازاي شاول يدخل شاول يدخل الكنيسة لا شاول كمان يبقى تغير شاول وبقي شاول بولس مبشر للأمم لانه ده اختيار دي دعوة مختلفة والدعوة النهاردة الكنيسة في طرق مختلفة الله بيدعونا لكل واحد بطريقة مختلفة والدعوة هي قصة حب رائعة مغامرة كل واحد الله خلقنا الهدف والهدف ده لازم انا اكتشفه النهاردة واكتشفه في مسيري التمييز ومرافقة يا رب انت عايز مني ايه وبدأ يتساءل بولس الرسول ماذا تريد مني يا رب ان افعل ده سؤال كل يوم بنسأله وده اللي سأله مين قديس فرنسيس اخذ نفس السؤال من بولس الرسول قديس فرنسيس سأل ماذا تريد مني يا رب ان افعل الرب قال له ايه اذهب ورمم كنيستي يا فرنسيس اذهب ورمم فهم فرنسيس على قد حاله بنى ثلاث كنايس جاب طوب وجاب حجارة على بداية الفهم بتاعه الصغيرة بنى كنايس لكن في النهاية فهم انه ايه بناء البشر مش بس الحجر بناء الانسان في التبشير والكرازة وبقي شخص فعلا حامل الكرازة وبدأ الرهبان الفرنسيسكنية تنتشر نتيجة ايمان شخص برسالة اذهب ورمم او عتف تكروا ربنا النهاردة اكتفى بالقديس فرنسيس واكتفى بالقديسة ريزة طفل يسوع واكتفى بال لا لا ما زال الله ودول كانوا نفعين في وقتهم ودول دعوات في وقتهم احنا مش ناخد الدعوات دي ونفضل نعيش ونتكلم عليها النهاردة فيها اختبارات جديدة في دعوات جديدة النهاردة بتتولد والكنيسة محتاجة النهاردة النهاردة في دعوات النهاردة في بولس رسول جديد مباشر للامم ليه اخترنا بولس الرسول لانه بولس رسول دعوته قوية والكنيسة النهاردة محتاجة بولس الرسول اللي هو يبترمي في السجن وبيبشر موجود في السجن وبيكتب لأهل في لبي افرحوا في الرب كل حين واقولوا ايضا وهو في السجن وهو مربوط وهو بالسلاسل بدل ما بيدور على حد يطلعه من سجنه بيداوي المتاعب والخلافات في كنيسة كورونتس وكنيسة كتب 13 رسالة ورسالة العبرانين 14 رسالة كاتبها بوليس الرسول علشان يدي غزاء ويدي نعمة ويدي بركة ويدي كرازة بوليس الرسول صاحب القلب الملتهب كنيسة النهاردة مش عايزة خدام في خدام كتيرة كنيسة النهاردة عايزة ولكم مش عايزين دعوات مش عايزين دعوات اي كلام مش عايزين دعوات اي كلام مش عايزين لا مش عايزين اللي فينا موجودين حلوين مش عايزين تاني احنا اللي عايزين وتكمله احنا اللي عايزين حتى اللي موجودين بنصلي من اجلهم انه ربنا يدي سبات احنا عايزين كل واحد يخدم في الكنيسة يخدم على مثال بوليس الرسول بقلب ملتهب قلبه شجاع قلبه مغامر قلبه شغروف بمحبة يسوع مش قادر ينام احسب كل شيء نفاية لكي اربح ايه ده اللي غير بوليس يا بوليس الرسول ايه ده ايه اللي غير الحياة ايه اللي غير تفكيره قالك لا 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 الموت ليه الحياة هي المسيح والموت ربح استطيع كل شيء في المسيح الذي ده الكلام ده ما قالوهوش الناس اللي هم عاشوا مع يسوع اللي هم شاف يسوع واختبر يسوع بوليس الرسول ولا شاف معجزات ولا سمع يسوع ده سمع عنه لكن ما شافوش ما شافش يسوع سمع من التلاميذ لكن عرغم انه هو سمع من التلاميذ لكن كان شخص ما كانش يقدر ينام وفي ناس ما عرفتش يسوع حتى داخل السجن كان بيبشر بيسوع يسوع اللي قوى يسوع ما يقدرش ينام اللي قوى يسوع ما بيعرفش ينام ما بيعرفش كان بيفكر في كل المشاكل في الكنايس اللي هو ايه ده يا بوليس ده قالك لا ما هو لما اخذ يسوع واختبر يسوع بإناء مختار مش عارف ينام وده اللي عملته كل واحد يتلمس من يسوع زي السامرية زي الزكة كاي شخص تقابل مع يسوع ما خدش يسوع قفل عليه ما خدش يسوع لا أخذ يسوع بدأ يتكلم ويبشر تعالوا تعالوا بوليس الرسول رسول الأمم من محبته ليسوع ما كانش أبدا يعرف انه في حد يمحتاجه هو ينام احنا للأسف الكنيسة محتاجة لكم واحنا بنقول أنا مالي لما يكون في تجمعات شباب وندخل وسطيهم ونقول له عايزينك تكون راهب عايزك تكون كاهن من فيكم الشباب عايز يبقى كاهن لا أمال انتم جنتهم ملو لا تحس اننا من فيكم عايز يبقى يقول لك لا مش أنا هو ده كأنه عمل إجرام التالي يقول لك لا هو ده هو ده ينفع أنا لا لا كل واحد النهار ده شايفين بوليس الرسول في حياته حياته مضيم مضطهد للكنيسة من شخص مضطهد أصبح شخص مبشر ما تبصش لماضيك ما تبصش لضعفك ما تبصش لإمكانياتك الله اختار الضعفاء خليك مرن الله اختار الجهلاء اختار الضعيف عشان يعمل منه وشكله ينقصنا بس نحن نحط نفسنا في إيدين ربنا ها أنا زي يا رب ارسلني يا رب انت عايز مني ايه بكل إيمان وكل ثقة ما تبصش على ذاتك لكن بص على النعمة وده اللي عمل الملاك لمريم كيف يكون لي هذا ازاي انا يحصل لي كده لا تهتمي الروح القدس يحل عليك ده شغل نحن قوة العلية تظللك ده انت بس تعالى لكن للأسف في ناس كتير النهارد من الإبارشية يا سيدنا ها يمضي حزينا لانه مش قادر يتخلى لانه مش قادر يسيب ما أنا للسفة اصلا أنا بفكر اصلا أنا عندي ومضى الشاب الغني حزين حزين على الرغم نظر إليه يسوع وأحبه أحبه فاختاره أحبه فأوجده بس احنا كتفينا كده أحبنا وجبنا شمعتين وشربنا لمون ومروحين لا فين تبعته أحبني والتانية فاختارني بس شكرا طيب ايه التالتة ايه التالتة يا شباب تبعته أحبني فاختارني في ناس توقف على كده وتروح تقول لا انت اخترت وانا مش موافع انت عايز تخطبني وانا مش موافع على الخطوبة دي طيب ما نعود مع بعض طيب ما ندي فرصة ونقعد مع بعض ربما الأمور ادي فرصة ربنا خلي كلمك ادي فرصة في فترة خطوبة رائعة لو سمحتوا الكنيسة محتاجة ليكم احنا ببنعيش وقت ما يترفيه الكنيسة في أشد احتياج لشباب يقودوا الكنيسة النهاردة خدام شجعان على مثال بولوس الرسول نصلي النهاردة الكنيسة من أجل كل الشباب اللي بيدور على معنى الحياته الرب أنا واثق انه هو هيختار لي الفعلة للحصاد لأنه الحصاد الحصاد والفعلة كل واحد مستني التاني يعمل لا مش قالوا له لا واحنا دخلنا واحنا اختارنا واحنا النهاردة قررنا أنا مع يسوع لا خليك مستثمر في حياتك ودي إيدك ليسوع مدي إيدك يسوع منتظر يسوع فانتظار لمن يتبعه يسوع فانتظار كل واحد فينا يسوع منتظار أن نلبي النداء النهاردة يسوع بيدعوك من أرسل عليك تقول ها أنا زي رب أمين أمين كل سلامتوا طيبين